أهلا بيكو في فيديو خان هنتكلم النهاردة عن واحد من الأمراض الورصية الندرة اللي بتظهر على المصاب بيه أعراض الشيخوخة لكن في سن مبكرة جدا غير أن معدل الإصابة بيه هو واحد من كل 8 مليون حالة ولادة طفل سوري عنده 7 سنين أصيب بالمرض ده مرض حول حياته من طفل من المفترض أنه هو يعيش طفولته باللعبة مع أصحابه لطفل عايش حياة بائسة وحزينة تعالوا نتعرف على المرض ده المرض ده اتقدم في شاشات السينما في فيلم جاك بطولة روبين ويليامز قصة الفيلم بتتكلم عن طفل بيعاني من المرض ده من يوم متولد وده أكبره على أنه هو يعيش حياة مختلفة عن كل الأطفال في السن ده ولما يوصل الطفل ده للسن المراقة بيبدأ يعاني من أعراض الشيخوخة الغالبية اللي اتفرج على الفيلم ده اعتقد أن قصة الفيلم قصة خيالية لكن للأسف هي واقع بيعيش بعض الأشخاص متلازمة بروجيريا هو التراب وراسي نادر جدا حيث تظهر على الإنسان أعراض الشيخوخة ولكن في سن مبكرة جدا بروجيريا كلمة تأتي من المفردات اليونانية برو بمعنى قبل أو سابق لأوانه وجي راس تعني التقدم في السن مرض الشيخوخة هو مرض موجود في الواقع اللي عايشينه واللي عاشه الطفل ده وهو عنده سبع سنين محمد عبد الواجد اللي وصفوه الناس أنه طفل عايش في جسم راجل عجوز واللي بدأ مؤخرا تظهر علامات التجاعد على وشه وتراهل الجلد وألام العظام والعضلات وغيرها من أعراض الشيخوخة كل ده وهو لسه سنه سبع سنين وللأسف الشديد مفيش لحد الآن علاج للمرض ده بالإضافة إلى أن المرض ده بيأثر على المظهر الخارجي للمصاب بيه إلا أن المصاب بالمرض ده مش بعيش وقت طويل بالكاد بيوصل لسن 15 سنة ومن أكبر المشاكل اللي بيعانوا منها المصابين بالمرض ده واللي بتأثر بالسلب عليهم هو رفض المجتمع للمصابين بالمرض ده وكمان بيتعرضوا للسخرية من الآخرين زي ما بيحصل مع محمد عبد الواجد الطفل المصاب بالمرض ده اللي بيلاقي نفسه دايما عرضه لسخرية الأطفال بالطبع ده بيضمر نفسية أي طفل في عمر محمد اللي خلاه كل ما يبص في المراية يبكي من شكله وده خلى أبوه وأمه يشيلوا كل المرايات اللي موجودة في البيت عشان ما يشوفش نفسه فيها بس ده مساعدش طفلهم بشكل كبير واللي تعب نفسية الطفل محمد بشكل كبير إنه كان عايش في سوريا البلد اللي بتعاني للأسف من عدم الاستقرار في الوقت الحالي وده خلى أهله يفضلوا إنهم يهجروا لتركيا تخيلوا ساعتها إن محمد هيعيش في سلام هناك وبالفعل تعامله مع الطفل بشكل أفضل إلا إن نظرة المجتمع ما تغيرتش وللأسف الشديد لسه لحد دلوقتي ما فيش أي علاج للمرض ده بنتمنى إن علماءنا يكتشفوا علاج جديد قريب جدا للمرض ده والكل الأمراض المستعصية مستقبلا لكن لحد ما يكتشفوا علاج للمرض ده لازم تقوم حملات توعية كبيرة بالمرض ده في مجتمعنا وفي العالم كله عشان كل اللي بيعانوا منه يقدروا يعيشوا في سلام ولا يتم نبزهم فكفاية قوي اللي بيعانوا منه واللي بيمروا بيه ونتمنى إن ربنا يعيش في كل مريض بهذا المرض ويعافق جميع ياريت لايك وشير عشان ننصح أكبر عدد من الناس وما تنسوش تعملوا سبسكرايب اشتركوا في القناة